أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنشر خططها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم صفقة القرن مساء غد الثلاثاء وأشار ترامب إلى أن خططه ستعجب كل من نتنياه ومنافسه زعين تحالف أزق أبيض المعارض بني جانت بوجهة أخرى ذكرت وسائل أعلام عبرية أن واشنطن تدرس دعوة سفراء دول عربية لحفل الأعلان تفاصيل أكثر في التقرير التاريخ من تل أبيب إلى واشنطن هو خط زمني فاصل بين الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن وردود الأفعال المتوقعة إلى واشنطن تتجه أنظار بنيمين نتنياه رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقع الرجل أن يصنع شخصية مغايرة عن شخصيته المتهمة بالفساد يريد الرجل أن يدخل التاريخ من باب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقد قال قبيل وصوله إلى واشنطن أنه سيصنع التاريخ مع ترامب اليوم أتوجه إلى واشنطن لأقف إلى جانب رئيس أمريكي يقدم خطة أعتقد أنها تعزز مصالحنا الأكثر أهمية خلال السنوات الثلاث الماضية أجريت محادثات لا حصر لها مع الرئيس ترامب هو صديق كبير لإسرائيل سألتقي بالرئيس ترامب وسنصنع التاريخ معه شكرا لكم أعتاد نيتنياهو صنع تاريخه السياسي عبر الهدايا والهبات المجانية التي يقدمها له ترامب على التباق يفتح شهيته لقضم ما يمكن قضمه من الأراضي الفلسطينية يضع نيتنياهو كل أماله السياسية مراهنا على زيارة قد تصنع الفارق في الداخل الإسرائيلي المقبل على الانتخابات المقررة في شهر أذار مارس المقبل لن يكون منافسه ييني جانس زعيم أبيض أزرق أقل منه شغفا وإقبالا على هذه الزيارة التي تردد بقبولها في البدايات ثم سرعان ما عدل عن رأيه يبدو أن جانس يخشى من سحب البساط السياسي من تحت أقدامه التي تتصابق مع نيتنياهو بل أثنى على سياسة ترامب وخطته التاريخية لصنع السلام على حد زعمه يبقى محتوى الخطة سرا في الوقت الحالي ومع ذلك يمكنني أن أخبركم أن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب ستكون تاريخية قررت قبول الدعوة التي وجهها إلي رئيس ترامب وأن أقابله شخصيا كزعيم لحزب كبير في إسرائيل وبما أن جانس يصف نفسه بالزعيم الكبير لحزب كبير فسيكون لديه متسع من الوقت كي يشيد بهذه الصفقة ويقول إنها ستحفر في التاريخ كونها ذات مغزة على حد قوله إلا أن المغزة الحقيقي للصفقة قافز فوق اتفاق أوسلو الذي وقعه الراحل ياسر عرثات مع إسحاق رابين في واشنطن سنة 1993 وهو الذي قسم الضفة إلى مناطق ألف وبي وجيم أما المنطقة جيم فقد تكون المنطقة الأكثر عرضة للشهوة الإسرائيلية ما يفقد السلطة الفلسطينية الحفاظ على وضعها القائم تحاول الإدارة الأمريكية إطفاء شرعية عربية على الخطة عبر تواصلها مع عدد من وزراء خارجية الدول العربية بهدف إقناعهم بالحضور إلى واشنطن بينما تشير ردة الفعل الأردنية المعنية بالخطة أنها لن توافق البتة وهو ما أشار إليه الملك الأردني عبد الله بأن بلاده أعلنت موقفها وقالت كلا أي كلا للصفقة وتلك صفقة كثرت تسريباتها دون الإعلان عنها بشكل صريح وقالت دعوت أحرانوت أن الدولة الفلسطينية ستقام على مساحة 70% من الضفة الغربية ويمكن أن تكون عاصمتها بلدة شعفاط شرق القدس تطول قائمة خطة السلام العجيبة والتي لم تكتمل أوصافها قد تكون ولادة الصفقة والإعلان عنها مساء الثلاثاء لكن ما هو معلن بشكل صارخ أن ترامب يحاول إنقاذ نتنياهو في مستقبله السياسي على حساب أرض كان اسمها فلسطين وما زال اسمها فلسطين لنقاش معنا من غازي عنتاب البحث في القانون الدولي والإنساني السيد أيمن أبو هاشم مساء الخير سيد أيمن صفقة القرن لتمريرها ولإنجاحها يحتاج ترامب يعني الكل متفق أن الصفقة هذه تأتي في توقيتها لإنقاذ نتنياهو وترامب سياسيا لكن السؤال اليوم لتمريرها ولإنجاحها يحتاج ترامب إلى إطفاء شرعية عربية عليها وفعلا آخر التصليحات جاءت بحسب وكالة سبوتنيك أن دونالد ترامب أعلن موافقة الكثير من الدول العربية على صفقة القرن تعليقك على الموضوع مساء الخير لك ولكل المستمعين الأكارم صفقة القرن نخطئ كثيرا إذا اعتبرناها أنها بنت الساعة أو أنها عبارة عن مشروع سياسي طارئ أو جديد صفقة القرن هي محاولة لتطويب كل السياسات الإسرائيلية التي تمت في العقود السابقة وبدعم أمريكي من أجل قضم الحقوق الفلسطينية قطعة قطعة وبالتالي القضية تتجاوز الحقيقة الاستحقاقات الانتخابية لكل من نتنياهو والترامب هي لها علاقة فعليا بمشروع كامل مارسوه طيلة السنوات الماضية من أجل تلاعب بحقائق الأمر الواقع والقول بأن هذه الأرض الفلسطينية هي أرض مستباحة للمشروع الصهيوني مشروع التهويد واليوم خلينا ننظر مثلا أن كل التسريبات التي تمت حول الصفقة ومنذ أشهر عديدة هي تعبر عن وجود مناخ فلسطيني وعربي ودولة قابل لتمرير أي صفقة لصالح الكيان الصهيوني وبالتالي هم عمليا منذ اتفاق أسل عام 1993 وحتى الآن هم قضموا أكثر من 40% مساحة الضفة الغربية ذهبت بسبب الاستيطان بسبب الجدار الفصل العنصرية بسبب الطرق الالتفافية حتى وصلنا أنه حتى نسبة 22% من الأرض الفلسطينية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية أصبحت غير متاحة حتى بقضية مثلا المستوطنات بصفقة القرن التسريب كان واضح بأن هذه المستوطنات الكبرى التي أكلت الضفة الغربية يجب منح الغطاء القانوني مع أن كل الدول كانت تعتبر من المستوطنات غير قانونية وبالتالي ما يجري بصفقة القرن هو إهدار وتآكل وشطب لكل الشرعية الدولية التي كنا كعرب وفلسطينيين نتمترس خلفها باعتبار أن هذه الشرعية ستصون الحقوق الفلسطينية ما حصل العكس تماما اليوم ترامب عب وجه رسالة لكل العالم بشراكة مع نتنياهو وحتى بني جانس بني جانس ليس بعيد عن القول بهذه الصفقة على العكس وعندما دعي ذهب وغدا سيكون من ضمن الحضور الإسرائيلي هذه الصفقة تقول بأنه لا على الفلسطينيين أن يقلعوا عن التفكير بإقامة دولة فلسطينية فأصبحت الدولة غير قادرة على البقاء وغير قادرة على الحياة وغير قادرة على الوجود بحكم كما قلت الاستيطان والقدم الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هم أيضا يقولون التالي بأنه حتى قضية اللاجئين نحن تجاوزنا المبادر العربي للسلام التي انطلقت عام 2001 والتي تحدثت عن حل عادل لقضية اللاجئين اليوم ما بلزمنا اليوم قضية اللاجئين أصبحت عمليا بحكم المشطوبة وبحكم الملغى لأنه ما في هناك رؤية واضحة لا عند العرب ولا عند الفلسطينيين للدفاع عن حق اللاجئين مع أنه قرار 194 لعام 48 قرار شديد الوضوح بيعطي الفلسطينيين حق عودتهم إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 48 على عكس إجت مبادر العربية عام 2001 لا تقول أنه بدنا حل عادل ومصف يعني بحكم بالتعويض وهذا بحد ذاته قفز وتجاوز لقضية اللاجئين إذا أجينا على القضية الأهم أنا برأيي أنه كل اتفاق أوسلو رحل قضايا الحل النهائي الفلسطيني اللي متعلق بالقدس متعلق باللاجئين متعلق بالمياه متعلق بالحدود رحل إلى الحل النهائي وكان يفترض أنه عام 1999 يكون هو المرحلة التي ستناقش فيها هذه القضايا طيب خلونا نشوف اليوم بعد مضي عشرين سنة من المرحلة اللي كان يفترض أن يناقش فيها قضايا الحل النهائي عشرين سنة كاملة وقبل عشر سنين أنا أمامنا تتين سنة عمليا لكن بالعشرين سنين الأخيرة على وجه التحديد شو اللي حصل اللي حصل عمليا وهذه كانت كارثة اتفاق أوسلو وهذا موضوع بالمناسبة تتحمل مسؤولية السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني أنه أنتوا كيف قابلتوا على أنفسكم أن ترحلوا هذه القضايا وتتركوا الإسرائيل يتلاعب على أرض الواقع ويضع وقائع على الأرض تصبح من الصعب جدا أنك أنت تخذع على التفاوض تأتي هذه الصفقة بالتزامن أيضا مع الترويج أو دعم إن صح التعبير لبعض الضوء العربية لهذه الصفقة بغض النظر عن شكل هذا الدعم سنأتي إليه ولكن أرحب بالدكتور زيد النوايسة الكاتب والمحلل السياسي انضم إلينا من عمان دكتور زيد مرحبا من بك ما موقف الأردن مما يرشري حول صفقة القرن مساء الخير لك ولضيف الكريم ولسادة المشاهدين الحقيقة الموقف الأردني فيما تعلق بالثوابت التي تتعلق بضرورة إنجاز تسوير القضية الفلسطينية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس الشرقية لا تبديل على هذا الموقف بالإضافة إلى الثوابت الأردنية التي تتعلق بالملفات المرتبطة بالأردن وهي الوصائل هاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وقضية اللاجئين حق العودة والتعويض والملفات الثنائية فيما تعلق بالحدود والمياه والطاقة كل ما يسرب خلال الأسابيع الماضية من هجمة غير مسبوقة من صحافة اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد الدولة الأردنية وضد الملك عبدالله الثاني يأتي في سياق الترويج للمشروع الإسرائيلي استباقا لما قد سيطرح غدا من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بتسوية مبتورة لا تضمن قيام دولة فلسطينية وبالتالي تسعى إسرائيل أن تحل مأزقها السكاني على حساب الأردن لذلك موقف الأردن ثابت الأردن ربما ينتظر إعلان هذه الصفقة حتى يعلن موقفه بشكل رسمي ولكن السؤال اليوم هل يستطيع الأردن وحده إسقاط هذا المشروع الأمريكي أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أردني وفلسطيني وجهد عربي في هذا الإطار أعودي إليك سيد أيمان كل ما يقال حول الموقف نعم دكتور زيد كل ما يقال نحن التقينا قبل أيام بمسؤولين أردنيين وازنين وأكدوا لنا أن الأردن لم يطلع لا من قريب ولا من بعيد على أي تفصيل في هذه الصفقة ولكنه يقرأها في إطار أنها تخدم المشروع الإسرائيلي وأكد هذا الكلام حديث نتنياهو اليوم مع الرئيس ترامب عندما قال أن هذا الرئيس هو أعظم رئيس بالنسبة لإسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يقدم لهم فرصة تاريخية لذلك الأردن يقرأ هذه التفاصيل في سياق التسريبات وإذا ما تابعنا جميعا لم يسرب معلومات دقيقة عن هذه الصفقة إلا الصحافة العبرية وآخرها يدعوية أحرنوت بالتالي الإسرائيلي في الصورة وما عملية استدعاء بنيمين نتنياهو ومنافسه بني جانتس إلى الإدارة الأمريكية واللقاء بهم إلا من أجل توحيد الموقف الإسرائيلي وتحديدا في تقدير دعم لنتنياهو الذي يعيش بأزق المحاكمة نعم هل نتفاجأ بجهود عربي لقطع الطريق أمام تمرير هذه الصفقة وخطة ما يعرف بأسلام خطة ترامب لأسلام في الشرق الأوسط خصوصا أن القيادة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية حاليا رافض لهذا القرار وشاهدنا ترجمة ذلك من خلال المواقف الأخيرة أيضا وقال رئيس ترامب أنه لا خطة الفلسطينيون خارج عنها أو لا تشمل الفلسطينيين أو موافقة الفلسطينيين تمام بصراحة يكون عن بنبيع الوهم للناس إذا منعتقد أن النظام الرسمي العربي كل هذه المنظومة العربية الرسمية قادر على إيقاف صفقة القرن بل أنا أريد أن أكون صريح أكثر منك المنظومة الرسمية العربية مشاركة ولها دور كبير في تسهيل تمرير صفقة القرن مع أنه أنا رأيي الشخصي أنه الوحيد الذي الرهان عليه بإفشال هذه الصفقة هي الشعوب العربية والشعب الفلسطيني لأنه شو سر هرولت الدول خليج نحو التطبيع مع إسرائيل في هذا الوقت كل دول خليجة تطبيع اليوم علنا طيب شو المغزى اليوم بأنه خلينا نكون واقعيين أنه عم نطرح اليوم حتى الموقف اللي حكي عن نظيفك الكريم من الأردن هل الأردن فعلا بيستطيع لوحده أن يقوم بعرقلة الصفقة ما بيستطيع الأردن رفع لاقات ملكية ثلاث قال التوطين والبدل والوطن البديل والقدس هذول لاقات ثلاث ممنوع طيب نرجع على اتفاق وادي عربي اللي وقعوا الأردن بعد اتفاق أسلو مباشرة مع الإسرائيليين كان بنص أنه ممنوع إسرائيل تعمل مستوطنات بغور الأردن وشمال البحر الميت رح نشوف لا الاستيطان كتر وتوسع وكذا إذن النظام الرسم العربي بطبيعة الراهني هو نظام غير قادر على مواجهة هذه المشاريع لأنه كما قلت سياسات السابقة لطيلة العقود الماضية من الخراب العربي ودمار الدول العربية بعدم دفاع عن حقوقها وعدم حقيقة ما عندها استراتيجية لا بمحاربة إسرائيل ولا بمواجهة إسرائيل هذا هو الحصاد المر اليوم عارف ترامب تماما وبذكاء شو اللحظة المناسبة لحتى يرويش فيها صفقة القرارة أكثر منك ومبارح ترامب بيقول أنه أنا شاطر بالصفقات وأنا بحب الصفقات وهو يعرف أن هذه الصفقة ليس دافع شيء من جيبته لا الأرض الفلسطينية ملك اللي خلفه ولا الأرض العربية ملك أبو مش بس فلسطيني نحن نحكي عن كل درة تراب عربية محتلة من قبل إسرائيل لكن هو بالنسبة لي شو بده أحسن منه فيه حدا بتفعله من العرب من الأنظمة العربية وفيه عنده تسويق لهذه البضاعة موجود وبالتالي هو حريص اليوم أنه ينجزه كمان طبعا عنده أهداف خاصة العلاقة بالانتخابات بقي معي دقيقة واحدة ولكن المناخ مهيئ بقي معي دقيقة أختمها مع الدكتور زيد دقيقة واحدة أنا برجع بقول أنه الرهان الرهان هو بالشعوب العربية هي اللي راح تصدى والشعب الفلسطيني مقدمة الشعوب العربية بالدفاع عن وطنه ورح نشوف في المرحلة القادمة ستخيب رهاناتهم لأنه هاي أرض سيدافع عنا أهله وأصحابه ونحن اليوم كمان أملنا كبير على انتصار الثورات العربية لأن الشعوب العربية هي السند الحقيقي لفلسطين نعم دكتور زيد أختم معك ما الذي يحمله يوم غد على كل حال لا شك أنه يوم مهم ولكن سبقه أيام ومشاريع ومبادرات منذ عام 1947 منذ قرار التقسيم طرحت العديد من المشاريع وذهبت مصر أكبر بلد عربي في تسوية منفردة ولم تنتهي هذه القضية أتفق مع ضيفك الكريم بأن الرهان بالدرجة الأولى على الشعوب العربية وبالدرجة الأساس على الشعب الفلسطيني الذي خلال 72 عام من هذا الصراع الدامي الذي تقز من الأسف إلى صراع فلسطيني إسرائيلي وأسقطت عنه صفة أنه صراع عربي إسرائيلي نتيجة تبدل الأولويات لم تستطع أوليات المتحدة الأمريكية وربيبتها في المنطقة إسرائيل من قتل جذوة الدفاع لدى الشعب الفلسطيني وبالتالي غدا يوم مهم ولكنه ليس نهاية التاريخ طرحت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات المشاريع وربما يكون المشروع غدا الأسوأ ولكن أعتقد أن الشعب الفلسطيني باقي وهذه القضية لن تموت شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة كنت معنا من عمان شكرا لك لأنسا نشكر أيضا سيد أيمن أبو هاشم الوحث في القانون الدولي الإنساني من غازي أنتاب كنت معنا سيد أيمن شكرا جزيلا لك على سيريا دون تي في لكم مني وفريق نعمل أطلب تحية إلى اللقاء